مجازة الواحدة ظهر من الله عرف أهلا بك شدد رئيسان عبدالفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على ضرورة مواصلة تصدي الحاسم لظاهرة الإرهاب وأهمية الوقوف معا كجبهة واحدة قوية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة أكد رئيسان سيسي وترامب أنه من غير المقبول استمرار سياسة التدقل في الشؤون الداخلية للدول عن طريق دعم جماعات الإرهاب والفكر المتطرف في منطقات الشرق الأوسط كان رئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا دولة قطر لتوقف فورا عن تمويل الإرهاب وقال إن قطر تاريخيا هي ممولة للإرهاب على أعلى المستويات أشار إلى أن هناك طريقين في مواجهة قطر هما الطريق السهل والطريق الصعب ولكن بإجراءات ضرورية أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي لائحة تضم أسماء 75 شخصا وتسعة كيانات متهمة بالإرهاب ولا علاقات وثيقة مع قطر وقرر مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح تكليف وزير الخارجية محمد الدائري بالتواصل مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين لإضافة هذه الأسماء على لائحة الإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع يعتزم رئيس عبد الفتاح السيسي المشاركة في قمة مصغرة حول الاستثمار في إفريقيا وذلك كلال زيارة المرتقبة للعاصمة الألمانية أوضح سفير مصر بألمانيا بدر عبد العاطي أن زيارة الرئيس تأتي بناء على الدعوة الموجهة من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لحضور القمة ضمن مجموعة من رؤساء دول وحكومات الدول أضاف عبد العاطي أن الرئيس سيلقي كلمة أمام القمة حول رؤية مصرية للتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية قررت محكمة جناية القهرة مد أجل النطق بالحكم في قضية اغطية للنائب العام الرحل هشان بركات إلى السبت المقبل لاستكمال المداولة يحاكم في القضية 67 شخصا على مدار 36 جلسة لمدة عام استمعت خلالها المحكمة لأقوال 122 شهد إثبات ونفهم في القضية كما استمعت إلى مرافعة الديابة العامة والدفاع يواجه المتهمون تهم اغطية للنائب العام وتنفيذ عمليات إرهابية والانضمام إلى جماعات إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون قالت شرطة البريطانية إن منفذي الهجوم الذي وقع الإسبوع الماضي على جسر لندن حاول استيجار شاحنة تزنه 7.5 طن ما كان سيجعل الهجوم أكثر دموية قبل أن يعود ويختار شاحنة أصغر حجما وكشف دان هايدن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية أنه في يوم الهجوم حاول خرام بات وهو أحد منفذي الهجوم أن يحصل عبر الإنترنت على شاحنة غير أنه فشل في ذلك لعدم كفاية المال لذلك اعتقلت شرطة البريطانية أمس شابا عمره 27 عاما في الفورد بشرق لندن على خلفية الاعتداء الدامي شكرا للمشاهدة